الى ولاية تيارت حيث تتعرض مادة البصل هذه الايام الى التلف جراء تخزينها في العراف في ظل عدم غرف التبريد ديار بن داود يفصل اكثر في هذا التقرير لا يزال الكثير من الفلاحين ينشطون لتحقيق انتاج وفير غير انهم يصطدمون بعائق التخزين فالمتجول عبر عدد من المزارع بيتيارت لابد ان تستوقفه هذه المشاهد لاطنان من البصل المنتشرة على شكل احواض ومغطات بالبلاستيك بطريقة تقليدية للتخزين بعد من عدمت غرف التبريد شوفوا الغيوم وقع نغطوه ردو عليه تواصري وكين شوفوا السمش خرجته وقع نعودو نقلعه نقلعه تواصري وخلوه اسمه خلوه الهواء يضربه با هي نشوف با ما يفسد النشرة طريقة تقليدية وطريقة تقليدية المهم اللموا بها المنتوج هو منتوج فلاحي يبقى يسجل خسارة الفلاح مع مرور الاشهر والأيام ويحد من نشاط فلاحين آخرين يقومون بكراء الأراضي وتنعدم لديهم شروط التخزين والتسويق المدة التعامة ممكن يبقى ناكي من هكا حتى النص تل جونفي حتى الجونفي ومن جونفي قاعدين تكثر فيها الضياع تخاصي تكون خمسين بالمئة ولا ستين بالمئة هكذاك خاصنا الأرض بحنا نخدمه ما عادناش الأرض اسمنا غناغين نشاركو ونكرو وخاصنا غرف التبريد نطلبو من السلطات بحي يديرونا التفات هو مشكل كبير يواجه الفلاحون هنا بتيارت وينتظرون حله وما على وزير الفلاحة القادم هذا السبت إلى الولاية إلا أن يخرج عن برنامجه الرسمي للوقوف بأم عينه على أطنان من البصل تتعرض للتلف بمزارع الفلاحين